أما عن سبب الخطورة أن التصوف في فترة من الفترات كان بوابة أو مطية لأصحاب الاتجاهات الخاطئة أو الاتجاهات الخاصة التي يبحثون فيها ومن خلالها عن منفعة دنيوية أو مصلحة شخصية فبحثوا فوجدوا أن التصوف قد يكون هو المطية أو الأداة أو البوابة التي يصلون من خلالها إلى بغيتهم مع أن الأمر على خلاف ذلك تماما لأننا إذا ما نظرنا إلى التصوف فيمكن القول بأنه مسلك من بين المسالك التي يمكن للإنسان منا أن يصل من خلالها إلى ما يحقق ردوان الله تبارك وتعالى في الآخرة وعمارة الكون في الدنيا ذلك أن الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان منا لغاية محدودة معلومة هذه الغاية تتمثل في العبادة استنادا إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون وهذه العبادة يدرك الصوفي أنها لا تقتصر على أعمال الآخرة وإنما تبتدئ بأعمال الدنيا وصولا لمرضات الله تعالى في الآخرة لأن الصوفي يدرك كغيره من المسلمين أن الله تعالى استخلفه لعمارة الكون وهذه العمارة هي البوابة الحقيقية التي تدفع بالإنسان إلى الجمع بين مراد الله ومراد النفس بين مراد الزات ومراد الروح أو البدن وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن التصوف واحد من أهم المسالك التي يسلكها العابد أو السائر إلى الله تعالى في طريقه